موسيقى عائلة تتميز بالوعي الثقافي وتنوع الاهتمامات والتخصصات هم ضيوف حلقتنا اليوم الأب هو سيادة العميد وائل الصيفي مجير الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الجيزة والأم هي الأستاذة نيفين شحاتة نائب مجير تحرير جريدة الأهرام العريقة أما الأبناء فهم مؤمن الطالب بكلية الأعلام ولاعب كرة القدم بناجي إسكو ومحمد الطالب بالصف الأول الثانوي ولاعب كرة اليد بناجي الطيران اهتمام العائلة بالرياضة يشير إلى وعي جمعي راق ويشير أيضا لقوة تعثر الأبناء بتاريخ الأب ووعيهم وتباهيهم به بل وتطلعهم لتكراره عائلة ناجحة تستحق إلقاء الضوء على أسباب هذا النجاح أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية قاعدتنا دايما بنستضيف أسر المتميزة في مجال أو أكتر النهاردة من قدرش نقول أن أسرتنا متميزة في مجال واحد لأن في الحقيقة هم متميزين ومتخصصين في مجال التعليم والصحافة وكمان الرياضة بشرفنا النهاردة في الستوديو أسرت العميد وائل الصيفي أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدين العميد وائل الصيفي هو مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الجيزة أهلا بك مرة تانية ده مجال التعليم زي ما قلنا أيضا معنا مجال الصحافة الأستاذة نذين شحاتة زوجة العميد وائل الصيفي وهي نائب مدير تحرير الأهرام ومسؤول الملف التعليمي أهلا بك من ورانا أهلا بك يا فندم أهلا بحضرتك أما الرياضة اللي قلت لكم عليها فدي تخصص الأولاد أبدأ بالكبير معنا مؤمن مؤمن أنك تعرف نفسك بقى والرياضة اللي أنت تحب بها أنا مؤمن وائل ولعب كرة قدر أهلا بك مؤمن ومعنا محمد أهلا بك يا محمد قولة سنوي وقرة يد أهلا بك وكلكم وعندي سؤال دايما أبدأ به أهلا ببدأ بالتعارف الأول بقى بداية تكوين الأسر الجميلة اللي أنا شايفها لو ممكن أعرف بداية تعارفه جزيزي بداية تعارفنا بالنسبة لي أنا وزوجي العميد وائل يعني زي ما بيقولوا كده احنا لقينا بعض يعني كنا بندور على بعض ولقينا بعض يعني أنا كنت بدرس بجانب دراستي في كلية الإعلام جامعة القاهرة كنت بروح معهد اللغات للقوات المسلحة وبدرس لغة إنجليزية يعني فكل صحابه كانوا معايا في معهد اللغات اللي هم الزباط أصدقائه يعني وهو كان جيرانه زماي لي في كلية الإعلام فلما ارتبطنا بعض وقتنا عن طريق الصدفة البحثة يعني فلقيت صحابي هم صحابه وصحابه هم صحابي فكانت مفارقة غريبة جدا يعني نقول ارتباط تقليدي بقى ولا ارتباط عادي يعني بالعقل ورسمي وبعد كده بقى تعرفت هو زواج أسري طبعا يعني والدتي كانت بتحبه بترتحله جدا والدته نفس الشيء كنا على فكرة ما عندناش كلمة حماتي وحماتك وكلام من ده كلنا وكنا يعني أسرة مع بعض يعني متحبين جدا وأصدقاء جدا يمكن عشان فيه سبق معرفة وفيه ارتباط بينك وبين أسرته من الأول من قبل الجواز لا ما كانش فيه ارتباط لكن زي بقوله حديد كان مجرد ان صحابه هم مزمعيلي والعكس المفارقة بقى حديد اللي احنا لما ارتبطنا الناس كلها بقت تقول انتو فيكو شبه من بعض انتو قريب معين ما فيش اي صلة قرابة على وجه الاطلاق ولا كان فيه سبق معرفة قبل فترة الخطوبة يعني فدي كانت مفارقة غريبة جدا وكانت يعني حسنا فعلا اللي احنا زي ما بيقول يعني فعلا الاسم والنصيب يعني مكتوبين لبعض الحمد لله ودايما يا رب وعلى فكرة الشغل برضو انتو الشغل برضو واحد يعتبر او خلفية واحدة انت مسؤول ملف التعليم وحضرتك برضو يعني تشغل في مجال التعليم هو بقى بما خلص الجيش بتاعه جي عندي التعليم انا مليش دعوة انت سبقتين هنا الصحافة بتغلب بقى عندك ولا التعليم يعني تخصص هنا بيميل للصحافة اكتر ولا التعليم اكتر بص حديك طبعا انا الصحافة كانت هدف بالنسبالي والدي هو اللي شجعني يعني هو صاحب الفضل الاول بعد ربنا فان انا يعني ادخل كلية الاعلام واتخصص في الصحافة لان برضو كان عندي ميول شوية لازع والتلفزيون فقالي لا قسم الصحافة والدتي واختي في البيت شجعوني يعني تشجيع كبير جدا اللي انا يعني اشتغل في هذا المجال طبعا زي ما حديك عارفة هي محنة البحث عن المتاعب وده يعني جدا 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 ومن اول يوم يعني انا يعني لمست ده لكن من بداية ما دخلت جريدة الاهرام تحديدا يعني حسيت اللي انا ملف التعليم ده ملف شائق جدا ملف في كل بيت ملف لكل اسرة فحبيت لانا اتعمق في هذا الملف طب قولولي انتو مع طموحاتك واضح جدا ان انتو مش ناس عادي انتو عندوك طموحات وبتحاول ان انتو تحققوها وبتصعوا لكده وبقالكو سنين ما كنتوش بكن شغلوا عن الولاد كنتو يعني انت ما اعترضتش على شغلها خالص حضرتك حضرتك طبعا انا كنت في القوات مسلحة قبل كده وكانت هي مرتبطة بالبيت والشغل بس احنا من بدايتنا كنا ازي ما كنا بنرتب اوراقنا ومرتبين اوراقنا ان احنا هنعمل ايه والفترة الجاية هنعمل ايه فحتى لما قبل ما اؤمنوا محمد ما يجوا ويشرفونا كنا بنقول لما هيجلنا اولاد هنبتدي نتعامل معهم ازاي هنبتدي بنا نقرأ نقرأ في الكواتب ازاي التعامل مع الاطفال ازاي التعامل مع الكوار مش بسيب حاجة للصدفة حضرتك واضحنا شخصيتك كده كاكوات مسلحة احنا ما بنسيبش حاجة للصدفة لان لو نسيبنا حاجة للصدفة يبقى فيه بقى فيه نسبة خسارة كبيرة فاحنا نسبة خسارة عندنا في كوات مسلحة معروفة نسبة 2% فمنقدرش نعادل لتين في البيت فعشان كده بيبقى كل حاجة مدروسة واضح ان شغلك مؤثر عليك شخصية مؤثر عليك كزوج دي حاجة كويسة ولا واشا يعني بصي احيانا هيتبقى طبعا طبعا احيانا كتيرة كمان بيبقى لها ايجابيات لكن في الحالة بقى كزوج وجوه البيت وان كل حاجة لازم حساب الخسارة بدقة قوي والمكسب دي حاجة كويسة ولا واشا انا يعني من اسر عسكرية والدي برضو كان زابط في كوات مسلحة فمسألة التعامل مع الناحية الانضباط والالتزام والحاجات دي انا متعود عليها لكن هي بصراحة عند وقل كانت زيادة شوية عن بابا يعني بابا كان شوية مارن يعني لكن وقل كان عنده الدييه يبيض يسود اللون الرمادي ده مش موجود خالص باشا احيانا امو تعلق هو حالاتك دايما بيبقى المسؤول بيحس بالmasؤولية اللي حواليه وهو مسؤول عن الم lined فممكن اللي حواليه ده يبقى مش واضح منه المسؤولية مش واضح لي المسؤولية فعشان كده بأبقى خايف عليهم كرب اسرى بأخايف عليهم خايف على أوضحهم دايما اعمل حساب بكرة يعني زي يعني هنا ممكن تكون الدكتاتورية بقى هي أسبابها إنك خايف قوي وإنت شايف أبعد الصورة أبعد بس هنا برضو ممكن يعني يكون فيها جزء دكتاتورية شوية هو حضرتك مش هي دكتاتورية جاية في إيه ممكن يكون واحد مخطئ وهو بيفرد رأيه على الآخرين لكن فيه فرق إنما يكون واحد عنده خبرات عارف الطريق اللي انت ماشي فيه ده يا مؤمن عارفت اللي انت ماشي فيه يا محمد الطريق ده هيوصلك لإيه في الآخر لإما للصحي إما للغلط فأنا من الأول بقول لهم لا خبراتي بتقول المشوار ده غلط المشوار ده صح ولذلك هم الحمد لله كل ما بتكلم معهم بيبتدوا هم يستجيبوا ايه بقى أنا أخد رأيهم بهم أنا شوف بقى هم حاسين إن دي يعني بأسلوب ديمقراطي باقتناع ولا أنت أحيانا بتتدايق يعني كم لا لا هم ديمقراطيين جدا بجد يعني ما فيش حاجة بالإجبار يعني كل حاجة بالمناقشة وبالعقل يعني نشوف ده العقل يعني دا ينفعي صح أو ما يصحش لما أنا أجرب أنا أقوح ايه أعرف أنا غلط فتعلمت بعد كده أنت متقوحش قوي تسمع لأن رأيه هو بيطلع صح في الياس بالنسبة بقى لمحمد هو نفس الرأي هو بيختصر طيب قولي إنت هناك تخصص أو مش تخصص يعني فضلت إن أنت رياضة تبقى كرة قدم محمد فضل رياضة تبقى كرة يد يعني مش عارفة ناوي تكمل ولا أنت في كلية إعلام فلا عايز باتجاهك مثلا أن تبقى في الإعلام الصحافة زي ما يعني حاجة مهمة أساسا حاجة في الحياة اليومية أساسا مهمة يعني حتى اليقى البدنية وبيعنين تتنشط العقل في التركيز وكده بس إحنا بأول أصلا بلما لعب كرة قدم لعبت كزا لعبة تاني يعني لعبت سكواشه ولعبت يده ولعبت كاراتيو لغات لما وصلت لكرة قدم يعني فأنا حاسيت أن كرة قدم دي أنا أقدر أبدع فيها يعني أنا أقدر بحبها يعني بحب أحضر التمارين بحب كل يوم أتمرن كده يعني فأنا ماشي في إعلام وماشي في كرة يعني أي حاجة أنت حابب اللي اتنين أوه أوه وحسب أنت هتتفوق في إيه أو إيه اللي هيحصل يعني بعدين وممكن اللي اتنين على فكرة ده بالعكس ده لما بيبقوا يتفوقوا في كرة القدم بيبقوا مزيعين على طول يعني كتير كتير مزيعين من الله هو ده اللي بيساه كرة اليد بقى يعني دايما الأضواء كلها على كرة القدم أنت اخترت كرة اليد لا يا كرة اليد مشهورة بس مش ذاك القدم يعني بس دفاحمد الله أحمر وعلي زين طبعا بس معروف أن اللعبة الأولى في مصر في بلاد كتير كرة اليد دايما اللعبة اللي في مصر بيتشهر برا كتير من مصر عشان اللعبة مشهورة برا كتير طيب أنا أبدعوكم أن أنتوا تشوفوا معنا تقرير هو في مجالكم أنتوا الاثنين مجال التعليم محو الأمية مشاكل محو الأمية في مصر عموما ونرجع بقى نكلمكم أنتم كمتخصصين نشوف مع بعض من ضمن السلبيات التي يعانيها المجتمع من جراء الأمية الجريمة ازدياد حجم الجريمة بشكل فاحل الإرهاب حتى الإرهاب الذي نعانيه يومنا هذا جزء رئيس منه ومعامل رئيس منه هو انتشار الأمية والله أنا شايف الأمية عليها أثر سلبي جدا على المجتمع قلة التعليم، قلة الفكر، قلة التفكير في أنت تعمل شيء جديد كلما البنادم يزيد تعليمه وكلما البنادم يزيد فكره ويزيد طموحه ويزيد أمله ما هو التعليم أساس كل المشكلة لو تعليم كويس البلد تبقى كويسة التعليم وحش البلد كلها تبقى وحش أنا هي كلها سلسلة واحدة أول سلسلة فيها التعليم ما تستنىش من واحد مثلا ما تعلمش طريع فاشل أنه هينتك في البلد أو هتستنى منه مثلا فكر جديدة أو حاجة جديدة ما بيستخدمش طبعا تكنولوجيا بيكون متأخر كتير عن غيره على مستوى من التعليم الشخص الأمي أو الأمية بتأثر على المجتمع بتمثل عب على الحكومة الإنسان المتعلم بيقدر يفيد البلد ويفيد الأسرة ويفيد كل حاجة فيد أصدقائه كل الناس القريبة اللي بيفيدهم بالنسبة للشباب المتعلم أنه يبدأ يعمل عملية تنشطية للشباب اللي هو يعتبر محتاج الكراءة والكتابة بحيث على سبيل أنه هو ينشط له العقل الزهني بتاعه كلنا نقف ونمح الأمية دي والجيل اللي هو الحديث اللي هو موجود دلوقتي برضو يقوم بالمهمة دي برضو والحكومة اللي هي دور طبعا أكيد وعاوزين ننهض ببلدنا إن شاء الله بالتعليم والتكنولوجيا والتطور بتاع العالم كله من حوالينا أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية شوفنا مع بعض تقرير عن التعليم مشاكل التعليم كبيرة جدا تعليم الكبار بقى ومحو الأمية يعني أنا حاسن هو في نفس مشاكله اللي كانت من سنين لا فيه تطوير في المشاكل ولا فيه تطوير تالي في نسبة حتى إن أنا أسمع النسبة محو الأمية حققنا فيها تقدم كبير جدا وقلته ده ما سمعتوش برضو حضرتك بس فيه نقطتين مهمين لازم نوضحهم لسادة المشاهدين الهيئة العامة لتعليم الكبار مش هي يعني كل ما هي المشاكل في الدولة نقول محو أمية ونقول الناس في مشاكل يبقى الهيئة هي المسؤولة لأن الهيئة تبقى فيه قرار سنة 91 ساعة إنشاءها قانون 8 قال إن هي لجنة إشرافية وليست لجنة تنفيذية يعني الإشراف يبقى عليه نحنا بنشرف بندي ورق بندي امتحانات بنقول النسبة قد إيه إنما الجهات الأخرى أو الجهات الشريكة هي الإشرافية هي المسؤولة يعني أي قوانين إي قوانين إنتم مش مسؤولين إنتم مش إنتم اللي تزيروه قوانين جديدة قوانين قديمة تفعيل قانون قديم أي حاجة أي إجراءات فعالية مش إنتم هو حضرتك عشان نبص للقانون ونقول إحنا فين من الدولة إحنا فين من الأمية منقول الأول في بداية كلامنا إن الجهات الشريكة وزارة الصحة وزارة صنوعة وزارة الزمار تربية والتعليم محافظة الرؤساء الأحياء والمدن الجامعات الأهلية النقابات هم دول المنوطين بالإشراف على المحو الأممية يعني هم دول اللي نسألهم نقولهم أنتوا فين من المجتمع أنتوا فين من المحو الأممية إنما إحنا منوطين أن نقول لكم لا النسبة قد كده قالت لا النسبة قد كده زادت لا إحنا عندنا استراتيجية لا هنبتدت نتوسع في الدول دي رقم واحد رقم اتنين إحنا حضرتك يعني وضع الاستراتيجيات حضرتك يعني ممكن تحتاج دي بتاعتنا ودي مهمة على فترة ودي مهمة جدا طبعا مهمة جدا النقطة التانية لازم كل واحد في مصر يعرف إيه هي محو الأممية إحنا إيه من الدول الأخرى بيتأثر علينا إزاي طبعا هي بتأثر أولا من ناحية التنمية إن إحنا عندنا في اليونسكو أو في الأمم المتحدة بيمثلوا أي دولة نسبة الفقر فيها يتعدي 23% هي دولة فقيرة ده استحق المعونة أما إذا عدينا النسبة دي أو نزلنا منها بنسبة 19 يعني ما عديناش نسبة العشرين فإحنا نبقى دولة نامية يعني دولة هتنمو في النقطة دي إحنا حضرتك لو بصينا في 2014 ابتدت من هنا الدولة تهتم بموضوع قضية محو الأممية فيه كان موجود الدكتور محب اللي كان وزير التربية والتعليم السابق بدأ ينظر لها منظور تاني خالص أنا عايز يبقى شكل كويس للدول العالم يعني عاوز يبقى الدنيا كويسة معي فكانت نسبة بتاعتنا حوالي أكتر من 27% من محو الأممية 17 مليون نسمة دولة نسبة الأممين عندنا احنا بنتكلم حضرتك في شريحة 16 فيما فوق ما بتكلمش على شريحة من 10 إلى 16 من 16 سنة لمفوق أيوة ما بتكلمش من 10 إلى 16 وفيه نقطة تانية من سنة من أولى من سنة يعني سنة لغاية سنة عشر هو فيه من سن سنة لعشرة يفضلوا يودهم محو الأممين لا يا فندي بحي نقول من سنة سنة من سنة عشر دوت بيبتدئ من لغاية سنة 6 أو سنة 5 بنبتدئ نوديه مدرسة وبنبتدئ نوديه جيوان وبنبتدئ نوديه كلام مده وطبعا من سنة الخمسة بيبقى الرعاية الأسرية الرعاية الأسرة الأسرة المصرية بعد كده حضرتك من سنة عشر بقى بنبتدئ نبص للمشكلة لأن المشكلة بدأت تتتفاقم بالنسبة الدولة المتسرب الراجل اللي مش قادر يودي ابنه مدرسة الراجل اللي هو عايز ابنه يشتغل عامل وما يروحش معاه عندنا في مصر نسبة الإناس أكتر من نسبة الرجال عشان بيفضلوا طبعا تعليم الولد ولو ما فيش إمكانيات وممكن الزوج مش عايز الزوجة تروح وممكن الراجل مش مهتم بالتربية الستات أكتر من الرجالة عندنا العادات والتقاليد الرفية الأديمة الموروصة الأديمة اللي احنا عايزين نغيرها والسلوك الاجتماع اللي احنا عايزين نغيره فهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها فبنقول لأن احنا كان نسبتنا كام سنة 17 مليون تعالي بقى حضرتك دلوقتي احنا نزلنا بالنسبة دي السنة دي 28 و 28 من 10 فده اعتبر ده نجاح بالجانب ايه بقى حضرتك ماقدرش أحد ده أقول أنا عايز 100% أمية في مصر ليه حضرتك لأن فيه تصرم يعني فيه وزارة التربية بتعليم جيه تصرم احنا بناخد المتسرب دوت حضرتك من بعد سن 16 هو مسؤول عنه من سن 10 لسن 16 سنة ايه فيه حاجة اسمها الفصل المجتمعي او الفصل الواحد ده تابع وزارة التربية والتعليم وعلى فكرة برضو بنقوله ان احنا مثلا مش تابع الهيئة مش تابع وزارة التربية والتعليم احنا تابع رئاسة الوزارة بس احنا منطين بوزارة التربية والتعليم كإشراف جيهة إدارية وجيهة مالية ايه فهما النسبة بتاعتنا احنا مسؤوليتنا احنا اللي هي الشريحة اللي فوق الشريحة اللي تحت دي هي نسبة المتسرب كل ده بقى بيبتدي يخشلنا بيخشلنا تاني علينا ان احنا اني بقى العدد بيزيد بتاني فانت تحسين اني مفيش الموضوع مش كبير لكن لو احنا خدنا مش بحس فيه تغيير متحسين ان فيه تغيير تطوير هي نفس مشاكل محو الأمي اللي بنتكلم عليها من سنين بالزبط حضرت وضع الاستراتيجيات طيب بالنسبة اللي في الاول بيتحمسوا ويدخلوا بعدين ما بيكملوش هل مفيش طريقة لجذبهم يعني في الماضي كان فيه اللي بيكمل فصول محو الأمية وبيحصل على شهاداته كان بيولحق بوظيفة كان ديه الإغراءات ودي كان عاملة مرضود إيجابي كبير ما بقتش طبعا بس حضرتك دلوقتي فعلا فعلا الدولة في اتجاهها اللي هي الشغل العامي الحكومي يبتدي يعني يندسر واحدة يعني ايه واحدة واحدة انت شوفها السادة الرئيسة يتكلم في النقطة دي قالك احنا سبع مليون عامل في الدولة احنا عايزين منهم مليون ففي النقطة دي عندنا بنحاول ان احنا متقلص منها لكن بنحاول انها جهات الشريكة اللي هي المصانع الكبرى اللي الحاجات دي يبتدقوا يبقوا عامل جذب للناس دي ويقولوا ان احنا عايزين نشغلهم احنا فجئنا السانية دي حاجة غريبة جدا ان الناس المصريين اللي هم خادوا شهادة نحو المياه مش عايزين يشتغلوا في المصانع ليه علشان المردود المادي ضعيف ومن التالي احنا تلاقي مثلا فيه عندك عامل من صنغافورة عامل من سوريا عامل من العراق بيحب يشتغل الشغلانة دي ويكافح فيها ويبتدق يبدع فيها وانا المصري مش عايز ليه مش عايز عشان يقولك المردود المادي ضعيف فيها دي رقم واحد رقم اتنين احنا فعلا لو قلنا هنبتدق نشغل عمالة للحكومة هيغضو هيجو هيجو هيجي مردود كبير وفيه حاجة تانية هيتشجعو هيتشجعو فيه نقطة تانية عندنا حضرتك احنا نسينا نخلص نصر الاهتمام الاعلامي الفضائي يعني عاوزين نقول ايه عارف حضرتك يعني انا برضو ده سؤال مهم جدا مش عارفة دي مسئولية مين كان فترة من الفترات فيه اهتمام اعلامي بمحول امية وفصول محول امية وتشجيع الناس على الالتحاق بيها والاماكن المختلفة وفراها دلوقتي حضرتك انت لو شفت لو شفت الاساس امحاوي زمان احنا دايما نسمعه قبل برنامج عن ناسها الصبح فده كان حاجة مهمة جدا ونقوليها مردود جميل جدا والناس فهمة ان فيه محوى امية احنا للأسف احنا موجودين من سنة 92 وتلاقي واحد ام جاي اللي يقول لي هو فيه محوى امية في مصر لو فيه هيئة سنة محوى امية في مصر فدلوقتي الحاجة تزعل ليه احنا عايزين الاعلام يعني مش ضروري كل حاجة يبقى ليها هدف مادي او ليها حصر اعلاني او 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 لا لازم نبص حاجة للدولة اعلام يؤدي دوره على فكرة وده دوره الرئيسي انه هو دور توعوي يعني ده الاعلام اتوجد والتلفزيون المصر اتوجد علشان كده ده دورنا فعشان كده احنا مستضيفين كلها النقطة دي لو فعلا التلفزيون المصر اتجه لها اللي هو البرامج التوعوية اللي هي الناس هيبقى ليه عام الجذب لمشاهد صدقيني عايز اروح للولاد والرياضة بعد اذنك تاني وبعدين ارجع اتكلم بقى في الصحافة انا عارف ان انتو عندوك هوايات تانية يعني في هنا هواية وهنا هواية تانية غير الرياضة اتكلموا انتو عن نفسك بقى ابدأ بمؤمن يعني الهواية التانية دي جت لي فضل اولا من بابايا وبعدين مامتي وبعدين جدي يعني بابايا عشان بابايا بيحب الافلام الاجنبية كتير بيوعد كما انا صغير كنا منتفرغ على الافلام وكده اي فانا حبيت الافلام والقصص والكلام ده في فترة كده في مصر جت فيها الافلام ما كانتش كويسة يعني كلها اليها رأس والكلام ده اي الافلام التجارية اللي عايزة فلوسه خلاص يعني من غير هدف معين او رسالة انت با عملت ايه فحاولت انا ومجمع من زميل يعني اللي عندهم نفس المهيبة تحت التمثيل او الاخراج او التأليف وكده يعني فحاولنا ان احنا في اجاز نص السنة او في اجاز اخر السنة يعني في اي اجازة من الاجازات دي بننزل نصور فيها افلام قصيرة الافلام دي بتبقى يعني عن حاجة مشكلة في المجتمع عن قصة مثلا ترفيهية اي حاجة بس المهم يتودي فكرة في الاخر يعني بتكون ليه هدف في الاخر بس بعدين ما انت بقى عشان ما جال الاعلام وكده فيعني اشجعيك سعدتك ولا كان في نصايح يعني منها وجدي كاتب كاتب روايات كده يعني انت لقيت مساعدة من كل تشجيع من كل الحوالي لا والحلو في الموضوع كمان انتو مجموعة شباب اختار ان هو يستثمر وقته بطريقة صح انت معاك مجموعة من الشباب الموهوب في الكتابة موهوب الموهوب في التصوير الموهوب في التمثيل كلكم اجتمعته وبتقدموا الافلام دي على اليوتيوب بزرطة وكمان هم يعني يعني شكري لمهمة ان هم أصلا يعني قاموا بالموهوبة يعني مقالوش ان يدى التفاية بقى والكلام ده يا سلام شكري ماما وبابا ده بقى شكري قاصة على الهوى ده سأقولك ان هو يعني بيعمل ورشة عمل فعلا في البيت هو زميله بالنسبة الاعداد بالنسبة للكتابة بالنسبة لدوك الواحد بقى لما يجب البيت ويعملوا الورشة هو طبعا لو بيني وبينك بدايق صحيح بس بمستحل عشان فيه هدف هو فيه هدف عجبني ان هم يعني بيفكروا يشتغلوا بروح فريق العمل عجبني ان كل واحد بيحط موهبته في الحاجة اللي شايف نفسه فيها كل واحد على فكرة هم كلياتهم مختلفة ودراساتهم مختلفة بس دمعانهم الموهبة وحب الفن وبعدين هم يقدموا رسالة للشباب ان الشباب يعني ان هم يشتغلوا بروح فريق العمل ان هم يقدموا قصة بتهدف مثلا لتوعية الشباب في مجال معين يعني عملين حاجة عن التطرف الديني عملين حاجة عن الادمان والمخدرات عملين حاجة عن تأثير التدخين على الشباب يعني كلها افكار تجموية حدفة لها رسالة يعني توعوية مع دفل واحد روح ده بس ومطلوب ومطلوب على فكرة برضو الترفيه مطلوب انا مدقى بالأخير في البيت واخوين مدقى بالجيتار يفل على نفس القضاء ايه ايه حكايت بقى الجيتار يوم حاجة لا الجيتار وانا وانا صغير في الاول كانت 13 سنة ولا حاجة كنت بقى سمع الاجاني فالجمال اللحة كان بيعيجبني فكنت بقى عايز بقى هو بيعيبين اللحنة ده ازاي يعني بيطلع الصوت ده ازاي فانا جيت الجيتار انا كنت منتك هتشمفل اول بس بعكاب اوية شجع شجعني اوى لنجيب الجيتار بس جيت و وعرفت بيطلع الصوت ازاي وعلي بيجاعلم نفسه يعني هو كان يوعد على نت سماعي يعني ما رحش ويرش ولا رح اي حاجة كان يوعد على اللابتوب ويبتدق يبص على النغمة ويشوف هي جاية ازاي ويبتدق يطلع زيها بالزبط اخراج زيها بالزبط ده بيخليني اقول الموهبة الموهبة هنا لكفر نفسها وحضرتك قلت كده لما بقولك كلمة محمد ما انتجهش لكرة القدم مع ان هي بتبقى انجح وقلمع في بلدنا وقلتلي كرة القدم تعتمد اساسا على الموهبة مش اي حد بينجح ويتقلق فيها ويبقى نجب كان ليك رأي يعني هو ليها كطع كبير جدا من جمهورة مصر العربية كل الاولاد عايزة تطلع على عيبة كرة لكن فعلا في منهم جزء كبير اوي هو يعني جزء صغير هو ده اللي صاحب هذه الموهبة ولذلك احنا بنشوف الدور الممتاز حتى فيهم هتلاقي فيه تلات فرق في الدورة اهلي زمالك مصر اسماعيلي هم دول الوغدين الطب والكيصارة اللعيبة الموجودة في الدولة يعني منما بقيت الاندية وغدى اللي هم الناس اللي هم بيحبوا الكور لكن دي ملهاش مرضود ماد دي او مرضود ايجابي عليهم إنما كورة اليد دي لها شقة تاني كورة اليد دراسة لازم اللي بيلعب يد لازم يخش فيها من سن خمس سنوات ويقعد في النادي بتاعه يعلمه كل أساسيات كورة اليد لغاية ما يكبر لغاية ما يبتدئ يلعب فريق جا جماعي وبعدين يلعب مع يلعب متوشة فمن هنا جت موضوع كورة اليد طيب أنا خليت محمد ومؤمن يخش ليه في الرياضة ايه اولا خوفي عليهم من اللي بيحصل حاليا من شرب السجاير المخدرات الحاجات دي فلقيت حاجتين مرتلازمتين لازم للطفل يهو يبتدئ بيهم الرياضة والتعليم فعلشان كده قلنا لازم نحط الاتنين المشتركين في معا من هنا بقى جت موضوع محمد علشان ما عندهش موهبة لقورة القدم فدخلته في اليد لقيت عند مؤمن شغل كويس في القدم كورة القدم ف كل حاجة مدروس كل حاجة بحساب ومدروسة بعد فترة وافق هنا بقى مكيالي الخوف من ان كورة القدم تيجي على حساب الدراسة زي ماما لما خافت ان محمد برضو يلعب جتار مكيالي كان خوفت بسبب كده لا هو متميز جدا في لعبة كورة اليد بيلعب فريل أساسي في الناجي بتاعه فأنا كنت حبا يعني ما يشغلش باله بأكتر من حاجة يعني يركز في حاجة واحدة مثلا في الرياضة فإن هو ينمي نفسه في اللعبة أو في المجهود ده بتاع اللعبة دي بالذات يعني علشان يتطور فيها هو عنده بقى ميول فنية واضح واخدها من بابا أو حاجة مسألة العصف والجتارات والحاجات بقى اللي طالع موضة لا هو معاكي حقا اكتخافي طبعا ان أي موهبة أو هواية أو رياضة لما يحصل احتراف فيها وتدريبات كتير نتيجة على حساب الدراسة بس هنا الشطارة بقى هنا الزكاء في الزي وفق ودور الأهل جامل طب اسمحوا لي ان انا يعني اعرف خبرتكم ازاي وفقتوا بس بعد ما نطلع لتقرير عن نفس موضوعنا هل الرياضة ومارسة الرياضة ممكن تأثر على التحصيل الدراسي ولا لا نشوف التقرير ونرجع نكمل حدثنا طبعا الرياضة مهمة جدا طبعا الرياضة يعني حاجة هامة بتنشط الجسم وبتنشط العقل ودايما العقل السليم في الجسم السليم فلازم الانسان يهتم بالرياضة جدا الرياضة دي يعني صحته يعني عقله يعني حياته كلها بالنسبة للرياضة يعني حاجة مهمة للطالب او للتلميذ لان دي بتنم قدراته على التفكير ومطالع على كل شيء وبتحببه في الحاجة اللي هو عوزها وبينتميلها بتدوله دفعة جملة للدراسة ان هو يبقى مهتم بدراسه زي ما مهتم بالرياضة الرياضة بتدي وقت للواحد ان هو يكون مخه ارتاح شوية فان هو يقدر بعد الرياضة بعد ما يمارس الرياضة اللي هو بيحبها مخه يكون فلاش اكتر يقدر يذاكر اكتر مخه يشتغل بطريقة احسن يعني لو بالطريقة العالمية هنتكلم الرياضة لها تأثير جامد جدا على المخ فهي بتعمل فلتر للمخ فالواحد يقدر يركز اكتر في دراسته الرياضة بتنشط العقل وبتنشط الجسم وبتخلي كمان ايه فتح للشهية للمذاكرة هي بس ممكن نقسم بس فوقت المتحانات المذاكرة لكن اول ما لوحة بيسعب منهم بيغسر وشه يلعب سويدي عشان حتى يعرف يستقبل اليوم ويعرف حتى ايه يشتغل او يعرف يمتحن او يعرف مالس حياته الطبعية بتساعد الطالب ان هو يركز اكتر في الدراسة بتاعته بالنسبة للهوايات لو عنده هواية بتنمي جوال فكر وبتنمي جوال الوعي والحمد لله في الفترة الاخيرة دي الشباب بدأ يتجه للرياضة من تاني دي حاجة كويسة يعني طبعا المقولة المشهورة ان العقل السليم في الجسم السليم طبعا الرياضة طبعا بتؤدي الى زيادة الحركة والنشاط وبتؤدي ان الانسان يبدأ يعني يتفاعل مع الحياة ويبدأ يكون مقبل على الحياة وطبعا الدراسة طبعا محتاجة فعلا التميس الرياضية وان احنا فعلا نمارس الرياضة اليومية والفعلية وعندنا النيل الجميل يريد تجاري ترجع تاني والماشي مرة اخرى نرجع تاني للتوفيق بين الدراسة والرياضة ده عايز استثمار للوقت جامد قوي انا وقتي كل دقيقة فيه محسوبة رايحة فين وانا انا عارفة ان الولد طبعا حضرتك قمت بدور كبير فيه واكيد برضو حضرتك ولازم هو يستجيب يعني لازم برضو هما يستجيبه انا بس ما بنجيز بالصدفة ده اللي احنا عايزين نقول محمد كمان السنة دي فاجئنا ان هو عايز يلعب كرة قدم يعني بجانب كرة اليد وبجانب العصفة على الجتار عايز كمان ان هو يلعب كرة قدم برضو الحكاية دي في البداية كانت عمللنا تنشن شوية لكن لما رجعنا السيفي بتاع اللاعبين فجئنا ان كتير منهم بيلعبوا اكتر من لعبة فاذا دي ظاهرة صحية مش حاجة غريبة يعني بالعكس دي ملاحظة ان اللي بيتفوق في الرياضة بيتفوق كمان في الدراسة يعني هم مرتبطين ببعض الحد كبير عايز اقول له حضرتك ان كنت بعمل موضوع صحفي من فترة وكان فيه دكتور جامعة ولاده كانوا في طب وفي هندسة فلاقيتهم كمان يعني بيلعبوا لعبات رئيسية في النادي بتاعهم ومتفوقين جدا فيه فبقول له ازاي فندم حضرتك وفقت بندهو ده فقال للرياضة هي اللي شجعته مع التفوق الدراسي عايز اقول له حضرتك ان انا دي كنت حطا في دماغي يعني عايز اقولك يعني كمان يمكن من قبل مخلف ان الرياضة فعلا بتؤهل للتحصيل والتفوق الدراسي وبعدين يعني الحمد لله يعني ثبت دمع مؤمن في السنوية العامة السنة دي وان شاء الله بلخوه بإذن الله لكن فعلا فعلا الرياضة مهمة جدا مش بس علشان الشباب يعني بدنيا وصحيا وان هي كمان بتشغل وقت كبير من وقت فراغهم الشخصية بتتغير اتجاهاتها طريقة التفكير تنظيم الوقت الشخصية بتبقى حاجة تانية الشخصية الرياضية موضوع تانية العقل السليم في الجسم السليم دي حقيقة وعايز اشير برضو النقطة حقيقة تكلمتي فيها في الاول بالنسبة لي باباهم كانضباط وكالتزام في البيت عايز اقول لحقيقة انا كنت الاول بتدايق من ده لكن مع مرور الوقت ومع التغيرات اللي احنا شوفناها بتحصل حوالينا في كل حتة من تكنولوجيا من حتى انفلات اخلاقي في بعض الاحيان يعني اتأكدت فعلا ان هو ده الاسلوب الصح يعني يمكن اه بيدايق شوية او بيحس ان احنا حريتنا متأيدة شوية لكن في النهاية النتيجة ايجابية وكوية اه اه كان لازم اشيل للنقطة دي كان مهم جدا يعني مهندك في الصحافة فيها دلوقتي مشاكل مشاكل كتير الصحافة دلوقتي تحدي الصحافة غير الاول مشكلة النات الناس كلها بتتابع الاخبار في لحظتها بعد دقايق من حدوثها اه اي حدثة اي خبر بتلاقيه خلاص اتعرض على الناس بدأوا الاخبار يعني كل الناس تتداولها ما بقاش فيه فكرة اني مستنية الجورنونت على الصبح عشان اعرف الخبر ده او تفاصيل الموضوع او المشكلة او القوانين الجديدة او بتواجه المشكلة دي ازاي وعصر الانترنت وعصر التكنولوجيا ستظل برضو الكلمة المكتوبة والصحافة الورقية هي اللي فيها العمق بتاع القراءة فيها المعلومة اللي بتاخديها من كل الزوايا بتاعتها ومن كل الجوانب بتاعتها يمكن مسألة المواقع والسرعة مثلا في الفضائيات كمان والقنوات الاخبارية والحاجات دي يمكن بتديك المعلومة كمعلومة لكن التفاصيل بقى والديتيلز والمناقشة بتاعت الموضوع وفيما وراء الخبر كل ده بتقريه في الجرنال احنا لسه يعني مسألة الموقع الالكترونية والبوابات الالكترونية ما خدتش يعني مساحة كبيرة في مصر حاليا لان برضو لسه مش كل الناس بتجيد التعامل مع التكنولوجيا في نسبة طبعا كبيرة اه مش بتجيل لسه التعامل لكن نجيل الشباب كله مسحنا عندنا فئة عمرية بحالة ودي فئة كبيرة جدا في المجتمع هي ملاش علاقة خلاص بالجرائد والصحافة الوراقية عشان كده بقى الجرائد بدأت انها يعني تطور من نفسها تعمل ملاحق تعمل صفحات متخصصة تخاطب الشباب يعني كفئة أولى لان انت عارف احنا مجتمع 50% منه شباب فانتي المفروض بتقدمي المعلومة لهذا الشاب او لذي الفتاة ان هما كمان يعني يقدروا ان هما يحللوا الاحداث ويقدروا يعرفوا فيما اللي بيدور في البلد يقدروا ان هما ياخدوا المعلومة الصحيحة يعني اذا كنا احنا عملنا الرئيس عمل بنك المعرفة عشان ولادنا وشبابنا يستقوا المعلومات من اماكن صحيحة ما يبتدوش يلجأوا للمواقع الغريبة اللي على انترنت اللي بيبقى فيها يعني ظاهرها يعني بتديهم معلومة وباطنها انها بتديهم التطرف والفكر الارهابي وكلام من ده فالموضوع بنك المعرفة ده مهم جدا فانت كصحاصة بتحاول ان انت توجهيهم ان هما دايما هما كبروا على فكرة من فعلش ان انا اقول حتى السؤال ده اسألك انتوا على طول بتحاول في اي معلومة كشباب بقى قاعدة على النات بما اننا بنتكلم على المعلومات ومصدرها ايه ولازم نتأكد من المصدر دي فكرة صحيحة انا دايما ما كنا عايز معلومة مثلا عن فيلمة وعن فننة وعن اي حاجة لازم عارف المصدر بتاعه يعني فيه فنانين يبقى لهم صفح رسمية على الفيسة وفيه صفح مزورة وفيه مواقع برضو خاطئة وفعلا اهدافها غير الظاهر منها بس انا بقى نتأكد بقى من المصدر ومن خلال البرامج حتى اللي بتبقى جاي عن الفنانين او الرياضة وكده فمن تلك بنعرف الاغبار الحقيقية من على طيب وحنا بنتكلم عن الصحافة عندنا تقرير او فاصل بنتكلم فيه عن التحديات اللي بتواجهها الصحافة في عصر الانترنت شوفوا مع بعض مع التزايد المستمر للاستخدام الشبكة العنكبوتية والتي تحول الانترنت من مجرد واقع افتراضي الى واقع موازي يزداد اعتماد البشر عليه في مختلف مناحي الحية وجدت الصحافة المكتوبة نفسها في مواجهة تحديات جديدة ذات نكهة عصرية وما وفرته تلك الشبكة من تعدد لمصدر المعلومة فضلا عن سهولة الوصول اليها كل ذلك سلب الصحافة عنصرا اساسيا من العناصر التي طالما اعتادت الصحافة لاعتماد عليه لتحقيق نسب توزيعا مرضية عنصر نقل الخبر فمتلقي اليوم صار يتابع الخبر اثناء حدوثه في معظم الاحيان وبالتالي صار على الصحافة ان تواجه هذا التحدي بزيادة الاعتماد على عنصر تحليل الخبر ذاته بوسيطة المتخصصين في محاولة لاعطاء المتلقي جديدا قد يصعب عليه الوصول اليه عن طريق شبكة الانترنت غير ان المعركة ما زالت مستمرة وتقارير المراسلين المصورة عبر الانترنت بدأت في استضافة ذات الخبراء وقت حدوث الحدث نفسه ليفرض التساؤل نفسه هل هي مسألة وقت ام ان الصحافة المكتوبة ستنجح في ابتكار الججد سؤال الوقت فقط يمكن ان يجيب عليه اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية والعميد واقل الصيفي كان عنده تعليق على الصحافة الورقية ومشاكل اللي بتوجيهها دلوقتي اه طبعا يعني انا مع حضرتك ان المواقع الالكترونية خلت الشباب يبص ما يبصش خالص للصحافة الورقية انما الصحافة الورقية ليها ناسها رقم واحد رقم اثنين احنا عندنا في مصر هنا هو لسه ما تقدمناه زي دول اوروبا فتلاح حضرتك لو بصت على دول اوروبا دلوقتي لها سبقانا بعشرات السنين في التكنولوجيا برضو لسه الجرائد القوية موجودة ولسه لها رونقة فاحنا بنقول هنا احنا مش هتندسر الصحافة الورقية ولكن القوي فيها هو اللذي سيقود او اللذي سيفضل هو ده اللي هيفضل موجود ايه اما كل ما هو يعني غير اراضي او متوسط ده هيقع لوحده ايه ده النقطة بس اللي كنت عاوز علاقها مع حضرتك وده تأكيد كلام حضرتك وده تأكيد يعني كلنا عارفينه ان صاحب الموهبة التميز في اي مجال هو ده الباقي هو ده اللي حيفضل هو ده العصر ده اللي احنا فيه هو ده عصرنا اللي حيشتغل قوي هو اللي حيقدر يعيش كويس مستوى كويس الموهوب قوي المتميز بالزبط فده حقيق اه فيه موضوع التعليم حضرتك بتتولي او بتشتغل فيه من من اتجاه وحضرتك من اتجاه تاني لكن هل في جوانم مشتركة بتجمعكو حتى في الاحاديث في الاقتراحات بينكو بين بعض هو عموما انا يعني فيه حاجات كتير في تفاصيل شغلي بحب اللي انا تناقش فيه معاها اخذ رأيه اه اشوف تفكيره في المثلا في مواجهة مشكلة معينة بيتم ازاي طرحة قضية معينة تطرح من انهي زاوية لان حديقة عارفة برضو هو قارق جيد اه يعني بقى دلوقتي كمان يعني في الفيلد فعنده معلومات كويسة في المجال طب يقدر ان هو دي بتخلق بينكو ارضية كمان مشتركة مثالي للحديث انتي فهمة ابعاد يعني مش بعيدة عن ابعاد شغله طيب انا سألتها عن التعامل مع عميد وظابط ومتعودة عن نظام ودقة ما سألتكش بقى التعامل مع شخصية مش رب تمنزل عادية من الستة مثلا قعدة يعني من السيدات البسيطة لا دي ليها طموح صحفية ليها قراءها في كل حاجة بصراحة كل ليه ميزاته ايه وعيوبه ايه طبعا احنا احنا يا حاضرتك قالت كل الميزات اللي هي موجودة بنا وفعلا احنا فيه بنا وبعض يعني ايه اسلوب مراقشة جيد يعني ونحب ان احنا نستفل من بعض كويس وطبعا انا عاوز اقول ان كل ما المرأة في البيت بتبقى عندها دركة ثقافة ووعي كويسة بترايح يزوج جدا وبتحاول توصله للهدف بتاعه بسرعة لكن انا بتكلم على نقطة تانية انا علشان اعود اي واحدة او زابط الجيش عشان يعاون واحدة عارف ان هو هيتعفل اول بس لازم يصير يعني يصير ان هو يوصل لهدفه معاه لازم عشان عارف ان كده كده هتتعود عليه احنا كلنا يعتبر اللي هي الزواج الاسري او الزواج البيت اللي بقول او الزواج الصلاة بيبقى ما حدش عارف بعض فبالتالي ممكن تحصل فيه مشاكل في الاول يعني هما اللي التين مقدرش يسيطروا عليها لكن بيتعود مع بعض وانه هما يفهموا بعض ويبددوا يطمئنوا البعض بيحصل من هنا التناوم بيحصل من هنا ان احنا الاتنين بنتدق نفهم بعضه كويس جدا وبعد التناوم دو بنتدق بقى البناء ايه هو البناء ان احنا بنتدق نتفاهم مع بعض ده حيفرق بطريقة جابية في تربية الولاد في التفاهم لمشاكل الحياة عموما هتلاقي فيه سند جنبك بالضبط مش حد في عالم تاني بالتأكيد حضرتك لان انا يعني قبل ما اتكلم في نقطة الاولاد او كده بيبتدي اطرح المشكلة الاول بعد ما اطرح المشكلة اوجد لها الحلول بعد ما اوجد الحلول ابتدي امشي في الموضوع امشي في الموضوع نفسه التنفيذ نفسه فانا بلاقيها في الاول خالص لما بنقش مع المشكلة او كده بتبتدي هي تتنغم عاية تقولي لا ده صح انت كلمك صح لا بس في نقطة معينة او كده بنبتدي نمشي مع بعض على الطريق اللي احنا هنبتدي نمشي فيه ايه هو الحقيقة يعني متفهم لظروف شغلي جدا اعرفة طبعا ان عمل الصحفيين والاعلاميين يعني ملناش موعيد مثلا بنبقى فيه سفريات كتير لنا برا مصر فيه سفريات حتى داخل مصر في بعض محافظات لتغطية مؤتمر او نشاط معين لوزير ما او في تخصص ما فالحاجات دي كلها كان يعني يعني مش اي زوج برضو ان هو ممكن يتفاعل مع هذا الامر لكن هو من البداية وهو يعني متعاون لابعد الحدود عارف ان يعني ان شغلي يعني لي يعني مقاومات خاصة لي مستلزمات خاصة فهو بيراعي الحتة دي وبعتبر نفسي انا محظوظة الحقيقة في النقطة دي بالذات لان مش اي حد يقدر عمل الصحفي او الاعلامي وعارف حالك طبعا اللي احنا متقلبين المزاج جدا ودايما لما يكون عندنا موضوع او عندنا حاجة للمناقشة بيبقى كل تفكينها بيأثر على اعصابنا وتركزنا وده حقيقي نتفاعل معا جدا فانا بحمد ربنا الحمد لله يعني على ان ربنا نزأني بزوج متفهم خلينا نقول بقى انه استاذا نفين انا قدمتها لكم كصحفية ومسؤول ملف التعليم ما قلتش انها زميلة مزيعة قدمت قبل كده برامج بس انا عايز اتكلم معاكي على موضوع بطريقة عامة مش على تجربتك الشخصية كمزيعة ايه رأيك في موضوع ان نلاقي صحفي اتجه بقى مزيعة يعني ودلوقت اغلب المزيعين هم في الاصل صحفيين شايف الظاهرة بتفيد الاعلام ولا صح ولا لازم نرجع زي زمان ان الموزيع هو الموزيع المتخصص اللي طول عمره بيشتغل في المهنة وعنده خبرات هو حديث الظاهرة دي ظهرت بعد يعني ظهور الفضائيات الخاصة وبقنوات الخاصة ما بدأت في الظهور وبدأ ان هم يلجأوا الى الصحفين او الاعلامي يعني اللي بيشتغلوا في مهنة الصحافة كموزيعين على اساس ان هم بيبقى عندهم يعني يعني شبكة من المصادر والمعلومات اكبر بيبقى كمان نوع من انواع الصحافة يعني مش بقى نقول اللي هو المقروعة لا المشاهدة يعني انتي بتشوفي بتسمعي الخبر او الخبر بيحصل بيبتدي تنقشيه بتبتدي تجيب المصادر بتاعته سريعا فده كان بيسري هذه النوعية من القنوات انا مش ضد طبعا الصحفي يشتغل كموزيع بدليل انا يعني خدت نفس التجربة لكن مع قوانين الاعلام الجديدة ومع نقابة الاعلامين الجديدة متهيقلي ان هيبقى فيها حدود مش هيبقى متاح لأي صحفي ان هو يشتغل اعلامي او اي اعلام ان هو يشتغل صحفي الا من خلال مجموعة من الضوابط اعتقد انها يعني هتفيد وهتسري الحالة الاعلامية ككل لو هنتكلم على التجربة بقى الشخصية بصورة شخصية اضافتلك التجربة تقديم البرامي طبعا صعبة ولا سهلة بقى لا صعبة 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 طبعا كان فيه تدريب اصلا على الوقوف قدام الكاميرا والكلام وانك تبقي هوا وان الضيف ممكن يعتذر قبل خمس دقايق ما تطلعي هوا يعني كان فيه كمان دروبات كتير حصلت ولازم انت تملي الوقت ده يعني يبقى عندك بقى من المعلومات ومن التعامل مع الهوى والتعامل مع المواقف الصعبة ما ترتبكيش وطبعا عايز اقول حاجك على حاجة طبعا انا بصفة عامة بتابع الاحداث لكن بدأت اتبح بعمق اكبر لانك انت دلوقتي طلع مسئوليتك على الشاشة مش بس تقولي الخبر لا ده انت هتقولي ما وراء الخبر هتشرحي الخبر ده حصل ازاي وانت بتخطب مين الفئة اللي انت بتخطب بيها وازاي تتكلمي مع الجمهور بلغة يعني تكون بسيطة عارفة احدك في الصحافة عندنا مصطلحات بتبقى صعبة شوية لكن في الاعلامة ما تيجي تتكلمي قدام شاشة التلفزيون لازم اللغة تبقى اسهل الخطابة تبقى اسهل وحسب الديوف اللي انت مصطدفهم كل واحد حسب مستوى وحسب يعني انت لو حتصدفي مواطن بسيط تتكلمي معه بلغته لو حتصدفي متخصص مثلا او هتتكلم لها اخرى اه هي تجربة يعني بصفة عامة اسعدتني جدا واضفتلي للمستوى المهني بتاعي وان شاء الله نتمنى اللي احنا نكررها بس بقى يعني تكون في اطار وفي ظروف افضل من كده ان شاء الله انا سعيدة جدا بلقائك واتمنى ان انتوا تحققوا كل طموحاتك واحلامك ولاقي بقى افلام على مستوى الاحتراف طب قبل بقى منهي اخبار اللايكس ايه والكومانس والشار لا لسه مش يعني مش اللي هو كتير اوي يعني اللي سبتين في الموضوع ده بنا سنتين انا بسألك عشان عارفة ان انتوا اول حاجة بتحكموا بيها اكمل الشار واللايف يعني اعلى حاجة مثلا جابت لك كم يعني اعلى حاجة جابت تلات تلاف طب حلو اوي حلو اوي ما شاء الله يعني ده بالنسبة ان انتوا عشان عشان عارف حتى رأي الناس في الفيلم يعني فكرة وصت ولا موصلتش اللي هنعمل او لا لا اقبل تلاتة مليون بشكر العميد واقل الصيفي بشكر الاستاذ انفين شحاتة بشكر مؤمن ومحمد الف شكر بشكر ايضا مشاهدين على متابعتهم لينا والى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس معدنا وحلقة جديدة من بيت العيل اشتركوا في القناة